عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس تناول الاجتماع مناقشة المستجدات فيما يخص الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال الربط مع كل من اليونان وإيطاليا كما ناقش الاجتماع استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان تنويع مزيج الطاقة من جميع المصادر قال اسمت ان خطة عمل وزارة الكهرباء تقوم على إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياحة وكذلك تعزيز شبكة نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية مشيراً إلى أن الجانب الأوروبي أعلن استعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن